استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي مساء اليوم الرئيس إخوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بانما وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي واستعرض سموه ورئيس بانما العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية وسبل إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين على مختلف الصعود خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها ومقومات التأسيس شراكة استثمارية بين الجانبين